صحيح، وده اللي بيأكد عليه كل الأديان السماوية، فكرة السلام تحديداً، وعلى الأرض السلام، وبالناس المصرة، لو رحنا ليه الدول الغربية، هلأ إن فيه عقد اجتماعي، هذا العقد الاجتماعي بيضمن حقوق وواجبات كل، يعني من يعيش على الأرض أو الأراضي الغربية أو في البلاد الغربية تحديداً دون تمييز إزاي يعني سؤالي ليك بقى أستاذ عبدالصمد اليزيدي، إزاي نقدر إحنا نؤصل في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية لهذه الفكرة وعدم التمييز القايم على أساس الدين، على أساس اللون، على أساس الجنس أيضاً في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم كذلك على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر وزارة الأوقاف على اختيارها لهذا الموضوع المركزي لهذا المؤتمر الدولي لأن السؤال المواطنة هو السؤال المحوري بالخصوص لنا نحن من يعيش في البلدان الغربية التي فيها تعدد ثقافي، تعدد ديني فلذلك أستاذ ذكر وثيقة المدينة التي أصل من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك التعايش، لذلك الانتماء تحت سقف المواطنة الشاملة، هذا هو المفتاح لنا ونتحدث إليكم كأمين عام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، ولكن بالدرجة الأولى كمواطن ألماني نحن حتى في أوروبا في عقد من الأزمنة التي مضت كنا نسمي أنفسنا جالية وكنا نسمي أنفسنا حتى المجتمع كان يسمي أباءنا العمال الضيوف هكذا كانوا يسمون في ألمانيا نحن لسنا عمالا ضيوفا ونحن لسنا جالية نحن مواطنون فإذا نحن فهمنا نحن في مصر نرفض هذا المصطلح يعني رئيس عبد الحدد حسيسي رفض هذا المصطلح وبالعكس يعني وصف جالنا بالضيوف الأعزاء عندنا في مصر هذا هو ومصر بنسبة لنا نحن كذلك نموذج وأنا زرت مصر أكثر من مرة وعندي نشاط كبير في مجال حوار الأديان ودائما نقدم مصر عندما نتحدث مع غير المسلمين داخل مصر نتحدث مع المسيحيين نرى بأن وطنية عالية عندهم يتحدثون بالثقة ويتحدثون بانتماء فالانتماء والمواطنة هو انتماء بالدرجة الأولى وهو مسؤولية كذلك يعني عندما أكون مواطن في بلد ما فهذا لا يعني أنني أخذ الأمور الإيجابية وأسوقها وأقول هذا وطني عندما أكون في فترة الرخاء إنما يجب أن أكون مواطنا في السراء والدراء فإذا كانت الأمور غير جيدة فيصبح دوري أن أقوم بكل ما يسمح به القانون وما يتسمح به هذه المواطنة من أجل أن نغير هذا الواقع السيء إلى أحسن فلذلك عندما رفضنا كما رفضتم هنا مصطلح الجالية بدأ لإندي إيجابي وبدأنا نؤثر نحن نعتز بمواطنتنا في ألمانيا هناك أمور كثيرة وبالمناسبة أنا سعيد أنني أنا ضيف عندكم اليوم ووزيرة الخارجية هي في الطريق إليكم كذلك في زيارة رسمية ووزيرة الخارجية الألمانية تتقوم في الأيام المقبلة في زيارة رسمية إلى مصر يعني هذه المواطنة التي ربطناها بالمسؤولية تفرض علينا أن نكون فعالين في جميع المجالات شايف الدستور لوحده كفايا؟ يعني إحنا الدستور المصري بيأكد فيه مواده على فكرة عدم التمييز ما بين الجنسين والمساواة شايف الدستير بالشكل العام لو رحنا ليه منظور عام كدول عربية وإسلامية ده الوحده كافي على فكرة عدم التمييز والمساواة؟ الدستير غالبا في الغرب تؤكد هي الأخرى على عدم التمييز وعلى مفهوم المواطنة ولكن تطبيق هذه الدستير وإحيائها في المجتمع نرى في أن هناك تفوت بين دولة ودولة وبين وطن ووطن ونحن نركز على أن يكون أبناؤنا أن يكونوا فعالين أن يعتبروا الوطن الذي يعيشون فيه منتمون إليه وأن يتحملوا مسؤوليتهم بما فيها من واجبات ومن فيها من حقوق من أجل تسحسين الوضع ومن أجل رخاء وازدهار هذه البلدان ألمانيا نموذجا للأسف الشديد نرى ونسمع في الآولة الأخيرة على أن هناك العنصرية واليمين المتطرف أصبح يتصاعد في حقيقة يمكن أوروبا كلها لك